وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب أهلا ومرحبا بك دكتور دكتور فالح صحيفة The National الأمريكية قالت في تقرير لها أن بيان الحكومة الأخير بشأن استقالة عادل عبد المهدي يعكس ليس فشل الحكومة فقط بل فشل الطبق الحاكمة برمتها يعني إلى أي مدى ترون أن صحيفة قرأت ورفعت الواقع السياسي للعراق بسم الله الرحمن الرحيم واقع الحال يقول ذلك واقع الحال يقول أنه المعني المقصود من الثورة هو الطبق السياسي وكلها عادل عبد المهدي ليس إلا الواجهة ليس إلا الممثل وسبق أن قلنا في مناسبات سابقة أن هذا الرجل يسمى رئيس الوزراء ولكن في الحقيقة هو المنسق العام لأنشطة كثيرة أنشطة مافيوية أنشطة ميليشيات أنشطة أحزاب وبالتالي هذه المجموعة التي تحكم العراق هي عبارة عن طغمة يعني يرص بعضها بعضا ولها مصالح وارتباطات وبالتالي أي فشل الآن يواجه عادل عبد المهدي إنما هو يعبر عن وجه عن فشل المجموعة بأكملها والنظام السياسي بأكملها النظام السياسي كل الذي أقيم منذ عام 2003 بما يسمى نظام العملية السياسية والمحاصصة هو نظام فاشل نظام فاشل بامتياز ومعرض للسقوط لو لا الآن الإسناد الأمريكي والإسناد الدولي طيب هذه التقارير إلى أي مدى تسهم في التأثير على قرارات صانع القرار في أوروبا وفي المجتمع الغربي يعني للأسف نحن نتكلم عن أحيانا عن يعني نتمنى أشياء ولكن العراق موضوع في البؤرة هناك رؤية أمريكية للعراق وهناك رؤية أوروبية للعراق هناك مصالح كما يقال في السياسة وهي كلمة ليست دقيقة دائما ولكن الكلمة الحقيقية هو أنه ليت المتحدة أقامت نظاما في العراق بعد عام 2003 لا تريد لهذا النظام أن ينهار رغم إرادتها ما يجري اليوم الانتفاضة وهذه الثورة هي جاءت خلافا لإرادة الأمريكيين والإيرانيين وحتى الأوروبيين هؤلاء الآن لهم مصالح مع هذا النظام هناك حقيقة مهمة جدا يجب أن نعلمها وهي أنه كل هذه القواء الدولية الأوروبية والأمريكية والإيرانية والإسرائيلية لا تريد العراق أن يقوى وأن يقوم إذا أخذنا جدلا سلمنا بمنطق الثورة فهذا معناته قيام نظام حقيقي ووطني قوي يجمع ثروات البلاد يقوم على الديمقراطية حقيقية فهل من مصلحة إسرائيل وإيران والولايات المتحدة وهذه الدول أن يقوم هذا الوضع؟ لا يمكن وإلا لماذا أسقطوا العراق وأدخلوه في هذه الهوية السحيقة في السياق صحيفة نيويورك تايمس قالت أن إيران لم ترغب أبدا برؤية عراق أو رؤية ديمقراطية مستقلة ومتعددة في العراق هذه الصحيفة هي أقرب إلى الديمقراطية لكنها في هذا التصريح وفي هذا التقرير ذهبت إلى ما قاله ترامب الجمهوري يعني بما تفسر هذا الموقف نيويورك تايمس تتحدث عن حقيقة تتحدث عن واقع يجري في العراق يعني الواقع في العراق الآن هو هذا الواقع الذي قالت الصحيفة وبالتالي شوف هناك في الولايات المتحدة سياسة دولة كما نسميه الآن في الأدبيات السياسية الدولة العميقة هناك دولة عميقة في الولايات المتحدة لا بالضرورة لا يعبر عنها الرئيس كان ديمقراطي أو جمهوري وبدليل أنه ما فعل بوش الصغير في العراق من احتلال ومن تدمير ومن كذا عندما أتى أوباما وهو ديمقراطي عكس بوش الجمهوري عندما أتى أوباما أعطى لإيران الضوء الأخضر فتح لها أفاق لم يكن حتى بوش قد فتحها له وبالتالي نحن نتحدث عن سياسات دولة ليس لها علاقة بهذا الرئيس أو بذاك الرئيس نعم رئيس أساقفة إبارشية أربيل المطران بشار متي وردة قال خلال إحاطة أمام مجلس الأمن أن العراقيين يريدون بلدا مستقلا عن أي تدخلات خارجية في ظل هذا الرفض الشعبي الكبير الجارف للتدخل الإيراني يعني هل ترى أن مهمة سليماني في العراق سيكتب لها النجاح؟ مهمة سليماني شوف إحنا الحقيقة للأمانة الثورة دخلت الآن منعطف خطر جدا هذا المنعطف تمثل في إزاحة عادل عبد المهدي ولكن المشوار طويل لا زال المشوار طويل لأنه قاسم سليماني عندما أتى للعراق أتى لأنه يدرك أن هناك حدود للقوة وحدود للدم قاسم سليماني في إيران فعل الأفاعيل بالمتظاهرين والمنتفضين واستطاع ويتبجح هو هذا في العراق الآن كما نقل عنه يتبجح للسياسيين الفاسدين في العراق بأنه انظروا كيف قضينا على الانتفاضة وعلى المظاهرات في إيران فأنتم عليكم أن تتحركوا ولكن هو يعلم أن هذا خيار محفوظ بالمخاطر والعبرة بعادل عبد المهدي عادل عبد المهدي بعد ارتكاب جريمة الناصرية وجريمة النجف لم يكن ليقوى على البقاء وبالتالي أي رئيس وزراء مقبل لكي يحكم العراق سيفكر طويلا ويتأنه قبل أن يقدم على مجزرة جديدة لأن الوضع في العراق ليس الوضع في إيران مختلف تماما وبالتالي قاسم سليماني يواجه معضلة إيران الآن تعمل كالتالي عادل عبد المهدي من النحية النظرية دعونا نقول الفعلية استقال ولكن هو الآن يحكم كتصريف أعمال وهذا الأمر مفتوح وقاسم سليماني ومن وراء إيران يريدون كسب الوقت من أجل تهيئة البديل الذي هو بديل صعب لأنه كل الطبقة السياسية فاسدة ومرفوضة من قبل الثورة قاسم سليماني أيضا يخاف من تقديم تنازلات لأنه يعلم أي تنازلات تقدم الآن يمكن أن تسحب وتصاقط كأحجار الدومينوم قاسم سليماني الذي يدير المشهد السياسي الآن في العراق من بعد عادل عبد المهدي الذي يدير آلة قتل المتظاهرين هناك أيضا تصريح لسفير حكومة عبد المهدي لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلومة الذي نفى فيه مسؤولية القوات الحكومية عن قتل أي متظاهر كيف تعلقون على هذا التصريح؟ يعني هذا ابن بحر العلوم هو المندوب عندما رأيت ذكرني بشار جعفري مندوب سوريا مندوب بشار الأسد في الأمم المتحدة يعني هي وظيفة واحدة هذا ليس له إلا أن يكون هكذا موظف رخيص يتكلم عن ابناء شعبه يعني أنا لا أشيد أبدا ولا أمدح المندوبة الموظفة الأممية هذه بلاش كارت هذه لكن على الأقل تكلمت ببعض يعني بعض يعني خلطت السم بالعسل كما يقال لكن لا زالت أفضل من هذا الذي هو يدعي لكن هذا يمثل حكومة اللصوص حكومة الفاسدين يمثل الطبق السياسي الفاسد ليس له إلا أن يتكلم بهذا الكلام ولا يعرف أن يتكلم هو بشار جعفري السوري من نصف العراقية طيب هذا التدخل الإيراني السافر بأشؤون العراقية ودفاع مندوب العراق لدى الأمم المتحدة دفع صحيفة فرانس برس إلى كشف دور كبير لميليشيا حزب الله اللبناني في العراق ما الذي أوصل العراق بأن يعبث بمقدراتها ومستقبلها ميليشيات حزب الله اللبنانية؟ يعني هذه أذره إيرانية اللي أوصل هذا الحقيقة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت العراق ثم سلمت العراق كما قلنا إلى إيران بوش هدم القلعة وهدم الأسوار ثم جاء من بعد أوباما وبحجة وتحت ما ظلت ما يسمى الاتفاق النووي مكن الإيران في العراق حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق واليمن كلها أذره إيرانية كلها تتلقى الأوامر والتبليغات من قاسم سليماني وكلها تنسق العمل فيما بعضها من أجل خدمة أهداف إيران في العراق وفي المنطقة أنت قلت في مجمل إجابتك أن الثورة العراقية مقبلة على منعطف خطير كيف ترون المستقبل أنا متفائل بالمستقبل الكل متفائل بالمستقبل لأن هذه الثورة حتى الآن حتى الآن هي منتصرة انتصرت بإرساء الهوية الوطنية العراقية خرجت هذا الجيل العظيم من الشباب الذي هو شباب صغير جدا ولكن يتحدث عن الدستور يتحدث عن الهوية الوطنية وقبر الطائفية يعني هؤلاء الشباب هذه الثورة داست بأقدامها على 16 عام من الاحتلال ومفاهيم الاحتلال وبالتالي نحن نقول أن الثورة نجحت لحد الآن ولكن العطاف الخطرة نقصدها هو أنه دخلنا الآن في المرحلة الصعبة بمعنى عادل عبد المهدي أمكن إزاحته وهذا أول خطوات النصر ما يأتي الطرف الآخر ليس مستعد كثيرا لإبداء كثير من التنازلات لأنه نحن نعلم أن التنازلات هذه لو قدمت سينهار النظام كل بأكمله النظام كله الآن قائم على فرضية القمع القمع وليس غير القمع وإلا لا يمكن لهذا النظام أن يبقى بعد أن لفظه الشعب بكل طبقاته بكل فئاته لم يبقى هناك مؤيد من يرى الشارع العراقي من يعيش مع هؤلاء الشباب من يقرأ اللافتات والشعارات يعني يتعجب ويقول هذا نجاح كبير هذا يعني هذه الثورة اجتماعية ثقافية أمكن أن تغير الواقع الحال العراقي إلى حال كبير وبتالي حين المتفائلين ولكن أي قمع قادم أو أي شيء لا ينهي الثورة ولكن نقول الثورة دخلت منعطف خطر باعتبار أنه الطرف الآخر يعلم أنه لو قدم مزيد من التنازلات سينهار الوضع بأكملة وتنجح الثورة حتى النجاح المادي بعد النجاح العلمي والفكري الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب كنت معنا في الستوديو في جولة العراق اليوم شكرا جزيلا لك مرحبا لكم